بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم بزكري عبدالعلي ميكروسوفت ومبر كدير وتكليد نواصل في دورة فاست ابي اي الدرس السادس عشر حيث سنكمل الرولز مع جي بي تي وبعد ذلك نمر الى الديباج وكيف نعمل نقطة توقف ونعمل نقطة توقف يعني الديباج على الكود سورس فأولا قبل الدرس ان شاء الله اللهم فرج هم المهمومين وانصر المظلومين يا رب انصر المظلومين يا رب انصر المظلومين يا رب اذا نبدأ على بركة الله هذا القود الخاص بنا واخر ما قمنا به هو اضافة مكتبة جي دي بي تي توكن او الكلاس جي دي بي تي توكن كي نعمل دي كود للتوكن ونعمل ايضا يعني جينيريت للتوكن تعرفنا على هذا في ادرة السابق الان ماذا قمت به اذا في الرولز انشأت ميتود نفس الميتود السابقة نفس الدرس السابق الذي عملناه مع البازيك والأبي كي فقط عمل ديبليكيت للميتود ميتود خاصة هنا ليس admin بل user اذا ميتود خاصة ب إف ادمن فعنده صلاحيات وإلا فأرر وهنا اف يوزر عنده صلاحيات وإلا فأرر وهذه الميتود سأناديها من يعني اذا كان admin سأنادي هذه الميتود واذا كان يوزر او رولز اخر سأنادي هذه الميتود اذا هنا اريد ان يكون الجنيرات طبعا لا يحتاج الى الاثوريزاشن بل نعطيه login password يعطيني code اما هنا فأحتاج protection يعني احتاج الحماية فلذلك اعمل authorize admin اذا هذه خاصة بال admin مثلا هذه خاصة ليست admin بل user هذه ميتود اخرى user هذه admin هذه user اوكي هكذا استطيع حماية ال on point بواسطة ميتود اناديها في كل مرة مثل ما عملنا الدور السابقة ايضا شرحنا هذا في الدور السابقة كيف ننادي الى ميتود هنا عندي اذا اذا مثلا هنا لو ضغطت هذه سترجع لي true اذا كانت او عفوا او ماذا كتبنا true او false ليس في service بل on point اذا كان authorize من المفروض من المفروض ترجع true اذا كان authorize اذا كان عنده صلاحيات كauthorize او كادمن فهذه بلية من المفروض يذهب الى get list هنا هنا قلوا هذا object وليس يعني نفس الشيء هنا سنتركها هكذا مدى ما تشغل نتركها هكذا ونجرب لحقا المهم هنا لاحظ انني ضفت الرول كيف تحصلت على الرول اذا قلت له او if is admin اذا كان الادمن فارجع ال payload وإلا دير exception يعني عمل exception واقول لي انه invalid authorization اوكي الرول اخدته من jwt اذا هنا ماذا قمت بفعله اخدت الرول من ال payload payload get وال payload هو decad اوكي اذا لابد ان اضيف رول على مسواء ال generate هذا الذي لم نشرح يعني نشرح سابقا هو هذا ال code اذا ماذا قمت بعمله عملنا فقط في الدرس السابق هنا هكذا الآن ضفنا خاصية ايضا رول التي تأتي من user role اذا في class model لليوزر ضفنا role role من نوع string وايضا في data ضفنا role نعم نعم ضفنا role admin ويوزر admin ويوزر admin admin يوزر اذا اليس هذا هو admin علي admin وعبدالعلي هو يوزر اوكي فعندما ضفت الضغطة هنا على مستوى jwt عندما تعمل generate لالتوكن ضف في البرامترات الخاصة بالتوكن المخفية role اوكي قد يكون رولز او رول واحد وبعد ذلك في عملية check هل سأعمل decode للتوكن واسترجع عن طريق get ثم اسم key roles فاستطيع استرجاع الرولز وبعد ذلك اعمل if else اذا كان admin فكذا وإلا error وهنا اذا كان user فكذا وإلا error هذا عن الرولز الامر بسيط جدا شرحناه اذا اضيف فقط if هنا اقوله if authorize admin اما هذا فهو authorize user اذا كان user فاعطيه صلاحيات وإلا قد يحدث خطأ مباشرة لأنه في التوكن هنا لم اعمل else في المسوى المين فعملتها هنا مباشرة يعمل رئيس اوكي سنجرب كل هذا سأشرح لكم بعد ذلك كيف نعمل debug و run من هنا docs مباشرة اذا سأمرر له بيانات خاطئة هنا يقول لي ليس عندك صلاحيات امرر له بيانات صحيحة لهي علي فيقول لي عندك توكن اخذ هذا التوكن و اذهب الى get users بس تعفون هنا من المفروض اعمل authorize فتحصل على الbearer token لكن لم استطع عمله لانه من المفروض على مستوى الماين في الشيما هنا نقول له بيرر وليس odd password بيرر فهنا الخطأ لكن عندما اغير فقط اعمل http بيرر لن يشتغل معي الjwt هناك خطأ في مكان ما لم اجده بعد المهم سنجرب باسمان ليس بلقون كما نقول ليس لا نتوقف هنا ونكتب url ونضغط على send بعدما اضفنا ال token هنا وكما تلاحظون اتتني data واذا كان هذا ليس admin نأخذ شخص اخر اعفوا كما تلاحظون اعتمد على شرط gpt يساعدني كثيرا فاذا اخذت عبدالعالي و ccc اعمل generate للكود ليرر الخاطئ لذلك سأرجع الى هنا و ارجع الى user و اعطيه ال token الخاص به عبدالعالي كما تلاحظون يقول لي ليس عندك صلاحيات لماذا لاني لست admin فهو يذهب الى هنا لاننا قلنا gpt وطرعيس admin هنا لاحظ نقطة توقف وضغط على send user لاحظ البيانات عبدالعالي لكن user هل user هل user يساوي admin اكيد سيذهب الى هنا كما تلاحظون ذهب الى هنا ويحدث الخطأ اوكي اوكي نمر اذا الرالز انتهينا الحمدلله ماذا حضرت لكم ايضا اول شيء هو هنا نريد تغيير هذه الكلمة وعمل description للموضوع وايضا وضع version فهذا يتم عن طريق فاص ابياي في التعريف فوق في المين في الاند بونت هنا سنكتب الكود التالي اذا عندي title وعطي اسم description التعريف الذي يأتي تحت الاسم بعد ذلك version هكذا وكما تلاحظون version هنا 001 و description my description اذا نستطيع تغيير يعني ال swagger والمعلومات ال swagger مباشرة من هنا الامر الثاني هو كيف نعمل يعني لو ذهبت الى swagger لا تقول اني وقفت المفروض لا اوقف يعني اعمل reload اذا اردت المهم اذا اخطأت وعطيت url يعني للمستعمل هكذا فلاحظ انه يعني يقول لك مباشرة ان خطأ فلابد ان ننزح هذا ونعمل يعني صفحة افتراضية او code يعني كتابة يعني صحيحة او حتى صفحة فارغة او حتى صفحة فارغة يعني اذا ما نزع dock على الاقل نتحصل على شيء يعني جميل فلذلك نستطيع ان نعمل ذلك بالcode التالي نذهب الى المين وسأضعها تحت واكتب الكود التالي اذا مثل ما عملنا هنا get و post و put هنا عندي get slash يعني لا يوجد اسم الميتود slash يعني root الافتراضي الاصلي يعني نقطة البداية فاقول له انشئ ميتود اسمها read root بعد ذلك ماذا سانشش html response اريد كتابة html في response اريد يعني ارسل response يعني اجابة فاقول له my application description اكتب ثم ومثلا اقول له swagger documentation click here اوكي لابد ان اعمل import لfast api وليس كل هذا فوق هنا موجودة في fast api response فاست api response ساجد html response ساحفظ واعيد التنفيذ فاتحصل على هذا الكود او هذا html my application description نضع logo لشركة كما تحبون بعد ذلك يضغط على swagger فنضيف doc docs هنا كما تلاحظون نضفت slash href يعني عادية اعمال لredirection هذا امر بسيط امر معقد نوعا ما هو نضيف template يعني ساشرح لكم لكن لن نجربه لاننا ربما سن نحتاج إلى ذلك في دروس قادمة اذا عن طريق بكتبة نينجا اثنين او g-e-n-g g-e-n-g g-e-n-g-a 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 قلت نينجا جين جيا اوكي اثنين فهذه المكتبة يعني لم لا اعرفها فقط يعني اسمع عليها انها تنشئ template يعني تحول تستطيع عمل بها مواقع الواب من نوع mvt سنتكلم في دورة jungle سنتكلم على mvt وهذه الأمور اذا ننشئ template هنا مجلد اسمه template فيه ملف index.html وبعد ذلك نربطه في response بالطريقة التالية نقوله template response هنا قلنا html response لكن هنا قلنا template response ونعطيه اسم الملف واطماتيكيا سيضع بلا مجلد template ويقرأ من ملف index يقرأ كل code hml مع data التي حددناها هنا ويرسلها response في الكود إذن سأضع هذا كـ comment لأنني سأضع في الكتاب كل هذا الكود ربما تحتاجونه والنقطة الأخيرة كيف نعمل debug الوقت لاحظ أننا في السابق في بداية الدورة كنا ننفذ من هنا كنا ننفذ القود حيث نكتب تعليمة للتنفيذ نعم كنا نكتب uv corn بعد ذلك الادرس ap اللي هي localost بعد ذلك ونعمل ثم ننفذ من هنا بعد ذلك في الدرس الأخير قمت بالتنفيذ من هنا فكيف عملت ذلك ذهبت إلى edit configuration وهذا أيضا يساعدني في في الديبوغاج ذهبت إلى configuration اخترت python وذهبت إلى script واغير إلى module بعد ذلك اكتب uv corn بعد ذلك هنا احتاج من المفروض فقط إلى main وهو الصفحة الأساسية الخاصة بالمشروع وهو main up و reload في بعض الأحيان نحتاج أيضا إلى تغيير الhost مثلا من address ap إلى host أو تغيير اسم الhost أيضا نستطيع أن نضيف ملف ملف الخاص بال local و نغير host name عندما يكون عندي عدة تطبيقات تشتغل على نفس الport فأغير هنا في اسم الhost وأضع ملف الخاص بالhost عن طريق host man أو أشياء مثل هك أو يدويا نذهب إلى ملف host ونغير address ap ونضيف كل المواقع التي تشتغل في local host أوكي بعد ذلك نضع port نستطيع هنا تغيير مثلا 8080 أوكي ونعمل apply و run لاحظ 8080 و local host عوض address ap كتبت local host و 8080 وهنا تحصل ال API يشغل على local host 8080 و بهذه الطريقة أيضا أستطيع عمل debug فأضع نقطة توقف هنا مثلا في المائل get token نقطة توقف و أنفذ mode debug 10 بعد ذلك أذهب إلى swagger و أنفذ التعليم فلاحظ أنه توقف أوطماتيكيا يبقى يعمل loading هنا وتوقف أوطماتيكيا وأعطاني واجهة لعملية debug منها بابا يعني لأن نقطة توقف نستطيع تغيير النقطة التوقف وعمل ناكس 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 أو نزع النقطة التوقف إلى أخره وأيضا ملاحظة ما يجري وما هي المتغيرات مثلا هنا credential لاحظ أن الـ user name هو string والباسورد هو string إذن نستطيع عمل debug بهذه الكيفية ونواصل مثلا الـ token أعرف أن الـ token سينادي إلى generate token فذهب إلى هنا مثلا وأعطيه سيحدث خطأ لذلك سأرسله هنا مثلا لتأكد بعد ذلك أضغط على هذا فلاحظ أن النقطة توقف هنا إلى آخره وأستطيع أن أعمل أو توقف أو توقف كامل من هنا هذا كل شيء في درس هذا اليوم أتمنى أنه واضح إلى دروس قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من المفروض يعني لم يبقى إلا deployment مع Fast API بعد ذلك سنتوقف إن شاء الله ونواصل عندما يكون هناك درس مهم سأرجع إلى Fast API ونواصل مع أشياء في كلاود إن شاء الله في الأيام المقبلة الأسبوع المقبلة إن شاء الله سنواصل في مع Azure Azure Cloud عفوا ترجمة نانسي قنقر